بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إخواني أخواتي انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية ويا له من تشريف أن نكون من أولئك المبلغين لذلك وفي هذا اليوم مبارك وهو يوم الجمعة يشرفني أن أقطف لكم زهرة من رياض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لنستنشق عبقها الطيب ولتكون لنا ذخرا في الدنيا وفي الآخرة وما اخترته لكم في هذا اليوم هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أطلب منكم أن ننشره على أوسع نطاق لنا ممن قد وضعناه عندنا في الويتس أب وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أسأل الله عز وجل لمن نشر هذا الحديث أن يبارك له في رزقه وماله وولده وأن يجعله من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بدون حساب أو عذاب ترجمة نانسي قنقر